السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة جوهاريات صحية موضوعنا اليوم حول علاج الانتصاب بالاعشاب الطبيعية فهذا الفيديو غدينعرفوا اشنه هما هاد الاعشاب واشنه هما الدور ديلهم كيفما غدينعرفوا الاسباب اللي كتأدي للضعف الانتصاب فكتعريف هاد الضعف الانتصاب فهو واحد الحالة اللي ما يمكنش او لا يمكن للرجل فيها تحقيق الانتصاب او الحفاظ عليه اثناء الاذاء الجنسي وكان مجموعة من الاسباب اللي كتأدي للضعف الانتصاب اللي من بينها الضغط النفسي فالمثلان اللي تكونوا مشاكل شخصية مشاكل في العمل او مشاكل زوجية الى غير ذلك كيفما انه كان مجموعة من الامراض اللي كتأدي كذلك الضعف الانتصاب بحل مثلا الامراض المزملة بحل ذلك السكري بحل مثلا الاطنسيون اي ضغط الدم بحل ذلك الصلوب الشرايين كيفما انه الناس اللي تكون عندهم المشكلة للاكتئاب والقلاق بوحد صفة اللي هي مستمرة كذلك بعض الاثار الجانبية لبعض الادوية او المليتيكو مثلا مشكلة ديال اصابات العمود الفقاري ومنطقة الحوض والجراحات ديال المثالة فهده هما الاسباب اللي كي اديو ضعف الانتصاب وهنا غنضق له باش نضر لكم على مجموعة من الاعشاب اللي كتقوم بالعلاج هده المشكلة اللي من بينها هرقسوس فهرقسوس هي واحد النبسة او هو يعني واحد العشباء اللي كتساعد على تخفيف من التوتر وزيادة التركيز وكي يزيد كذلك من عدد الحيوانات المنوية يمكن لكم يعني انكم يعني تبقوا تدروا غير في الفم ديالكم او انه كتحولوا على شكل المسحق وكتضفوه يعني الحليب او يعني الماء الى غير ذلك كيفما كينا نبتة الجينسينغ وهي واحد النبتة اللي هي غنية بمجموعة من الفيتامينات فهي كتقوم بعلاج ضعف الانتصاب وكتزيد من صلابة العضو الذكري كيفما انها كترفع من مستوى الطاقة في الجيسم ولهذا كي يتلقوا عليها بالفياغرا العشبية فهذا انه بتدي الجينسينغ فاللاحظوا انها يعني بدات او انها يعني كينة في مجموعة من الادوية غنتقلوا الطمر فالطمر هو غني بمجموعة من الفوائد حيث انه كيقوم بتحسين الدورة الدموية وبتدفق الدم الى العضو الذكري علاش لانه تحتوي الطمر على مجموعة من الفيتامينات بحل لا فيتامين ا لا فيتامين بي لا فيتامين دي وعلى عناصر طبيعية بحل مثل الحديد بحل الفوسفور بحل المالغانيزيوم وهذا هما اللي تمنحوا واحد طاقة وقدرة كبيرة الجسم والمعروف ان الفوسفور كتساعد على العلاج من الضعف الجنسي ويعني كينفي بعض الاحماد الامينية الهامة واللي كتغضي الحيوانات المنوية العسل واسكنجبير او الزنجابيل فهما من مضادات الاكسادة القوية اللي كتعمل على زيادة طاقة الجسم فيعني العسل هو تيعمل او تيقوم على تحسين وتنشيط الدورة الدموية وزيادة ديال تدفق الدم الى الاطراف والزنجابيل او السكنجبير كيف قلت لكم هو تيعمل على تدفق الدم الى العضو الدكاري بالنسبة لهذا العسل يعني وسكنجبير انه يمكن لكم تاخدوا يعني نص معلقة ديالسكنجبير يعني مسحوق ومعلقة كبيرة ديالسل وكس ديال الحليب دافي كتخلطهم وكتشربهم يعني الليل الليل ويمكن كذلك انه يعني تاخدوا غير اسل يعني مع ما دافي او يعني معلقة كبيرة ديالسل وبطبيعة الحال دي مع واحد النوع اللي هو جيد كتاخدوا بواحد الشكل اللي هو يومي غير المدة شهر غد يتلاحظوا الفرق كيفما انه يعني هاد اسكنجبير هو كيزيد من هورمون ديالتوستستيرون وكيقلل من الشعور بالتوتر والقلق فثوم او هذا الثوم فهو عنده فوائد اللي هي متعددة بحال مثلا انه تيخفض لنا النسبة ديالكولستيرون والارتفاع ديال ده الدم فمنلي كيطلع هاد الجوج اي منلي كيطلع الكولستيرون ولا تونسيون فهاد شي كيزيد من خطر الاصابة بالتصلب ديال الشرايين وهاد شي كي يعني انه تصلب الشرايين كيعمل على خفض تدفق الدم مما كيجعله يعني سبب من الاسباب اللي كتدي الاصابة بضعف الانتصاب واللي عجز الجنسي البصلان الخضراء او البصل الاخضر فهو كيقوم بتنشيط دورة دموية وكيخلي الدم انه يدوز للجميع الاعضاء ما فيها يعني العضو الذكري بذور اليقطين او يعني هذا يعني هدك ديال القرعة بذور ديال القرعة فهما من اهم العلاجات الطبيعية اللي كتغدي الحيوانات المنوية والاعصاب المسؤولة عن افراز الهرمونات الجنسية ومنها هرمون توستستيرون فحاجة اخرى اللي بغيتكم تعرفوها انه من اللي تيتم الاتباع دل واحد نظام غذائي اللي هو صحي ومتكامل ومتنوع فهذا الشي يعني تيخليكم انه كتكون عندكم واحد دورة دموية نشيطة بحال مثلا هذا الغضاء صحي ومتكامل بحال الاجبان يعني الخضر الفواكه اللحوم والنشويات وكذلك الاطعيمة البحرية فالمعروف ان الاطعيمة يعني البحرية هي غنية بلا فيتامين دي حال مثلا السمك فهو غني بالفوسفور وكيقوي كذلك الجهاز العصابي فهذا الشي يعني فيما يخص هذا الاعشاب والدور ديال يعني في كل حاجة حاجة اخرى هنا يا راح كنت الزافران فالزافران فيه واحد يعني نسبة عالية من المواد والمركبات الكيميائية وكيعمل الكيميائية اللي كتأثر بواحد شكل ايجابي على الجسم ديال ديالنا بصفة عامة وديال الرجال بصفة خاصة كيفما انه تعمل على تيقوم على زيادة الحيوانات المنوية وزيادة كميات سائل المنوي لذلك كالقوا بزاف الناس اللي عندهم العقم كي يستعملوه يعني هنا يا بالنسبة لهذا الزافران غير هو راهدي ما ما خسكم ش يعني تكتروه فيها وتاني انه كتاخدوا تقريبا واحد اربعات ديال هادو الفروع ديال ديال الزافران او خمسة كتكديروهم في تقريبا يعني في واحد الكاس ديال ما كتديروه تكيغلا لمدد واحد عشر دقيق او انه كتسخنو المقبل يعني وكتكيتلق داك السفورية ديالو وكيتم يعني الشرب ديالو الليلة كذلك يمكن النساء انهم يتناولوا هاد الزافران فهو يعني مفيد يعني اه جدا غير هو بالنسبة للمرأة الحامل والمرضة اه من الاحسن يعني يتفادوه يعني حيث هو يعني اه سخن شي شوية وبزاف المرأة الحامل فنتمنى انني انفيتكم في هاد الفيديو وانني اعطيتكم بعض المعلومات حول هاد الاعشاب واللي ما زال ما تشترك في القناة نتمنى انكم تشتركوا في القناة ودعموني باش هكذا نزيد نشر المزيد من المعلومات خليت لكم الهناء والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته